قل ما يتمكن اللاجئون الذين حصلوا على حق العمل في سويسرا من العثور على وظيفة في حين أنه بإمكانهم المساهمة في التغلب على مشكلة نقص العمالة في البلاد في المقابل كثيراً ما يحول عدم المعرفة بحقوقهم وامتيازاتهم دون وصولهم إلى سوق الشغل وانخراطهم فيها إذا لم يتمكن الناس من الاندماج فهذا لأنهم لا يوجدون التحدث باللغة الفرنسية يجب أن يتفاعلوا مع الأوروبيين بشكل أكبر لتحسين لغتهم الفرنسية بدلاً من البقاء مع أفراد من نفس خلفياتهم كما هو حال الأفارقة وما شابه يبقى الأفراد معاً ويفضلون التحدث بالعربية أو الكردية أو لغات أخرى وبالتالي عندما يدخلون إلى سوق العمل يجدون صعوبة في الفهم ويحتاجون دائماً إلى شخص آخر ليشرح لهم سويسرا تواجه نقصاً حاداً وغير مسبوقاً في القوى العاملة والذي قد يزداد حدة في السنوات القادمة ووفقاً لبيانات المكتب الفدرالي للإحصاء فقد كانت هناك 120 ألف وظيفة شاغرة بحلول نهاية كل عام أما بالنسبة لصعوبة إيجاد عاملين مناسبين فأنها تشمل جميع القطاعات إلا أن القطاع الصحي هو المعني أكثر بهذا النقص حيث بلغ عدد الوظائف الشاغرة فيه 17600 وظيفة ليعتبر خبراء أن اللاجئين يمثلون فرصة سانحة لتوفير قوى عاملة حيث أن عدد المهاجرين والمهاجرات الذين يصلون إلى سويسرا يرتفعوا حالياً بشدة ففي العام المنقضي تم تقديم 24511 طلباً للجوء وهو ما يمثل زيادة قدرها 64% مقارنة بالعام السابق أعتقد أن للأجانب دوراً مهماً فيما يتعلق بسوق العمل هناك حاجة كبيرة لأشخاص في العديد من المجالات المختلفة إن تنوع الأشخاص الذين يؤدون أعمالاً متنوعة هو أمر ضروري وأعتقد أنهم لهم مكانتهم الكاملة هنا الإجراءة السويسرية التي تزداد سنة بعد أخرى من أجل الحصول على حق اللجوء ثم الحصول على تصريح بالعمل تعتبر أهم الأسباب في عدم توظيف العديد من اللاجئين كما أن فئة كبيرة منهم يرون سويسرا مجرد فترة استقرار وقتي وبالتالي لا حاجة للحصول على وظيفة طويلة المدى العديد من اللاجئين في سويسرا يعانون من صعوبات في إدماجهم في سوق الشغل ويرجع ذلك بالأساس إلى الإجراءات القانونية المعقدة التي يعتبرها مراقبون أحد أسباب شغور عديد الوظائف المتاحة حازم حمد اليوم جينيف